السلام عليكم وآلا بكم مشاهدين الكرام في حديث العاشرة سنناقش اليوم تدخل الميليشيا الحوثية في خصوصيات الناس وكذلك الاستنادات والمراجع التي تعود إليها في مثل هكذا تصرفات حيث تقوم بين الحين والآخر بفرض العديد من الأرى والأفكار وكذلك الممارسات ضد خصوصيات الناس وحياتهم اليومية بدءا من الكافيهات مرورا بفرض السفر على النساء بمحرم حتى وإن كانت متقدمة في السن تفتيش الهواتف منع دراسة الطلاب والاختلاط في جامعة صنعاء ويعني أيضا فيما يتعلق بطريقة ملابسهم وما يرتدونه كل هذه الأمور لماذا تحاول الميليشيا الحوثية فرضها على الناس وما هي استناداتها ولماذا تشعر بأن لها الحق بالوصاية عليهم هذا ما نناقشه في هذه الحلقة مع ضيفنا الأستاذ عبدالله المنيفي الصحفي مرحبا بك أستاذ عبدالله شكرا جزيلا لك على قبول الدعوة وقبل أن نبدأ الحوار والنقاش حول هذا الموضوع نذهب ونشاهد هذا التقرير مشاهدين الكرام نتابع هذا التقرير ونعود لنبدأ النقاش تحت المجهر الخميني تضع الميليشيا كل يمني وفي كل تفصيل من تفاصيل الحياة تحضر رقبة ميليشيا الموت الميليشيا التي تريد أن تفرض على الناس السلوكيات المستنبطة من بطون كتب الخميني لتصنع في صنعاء ما عجز الخمينيون أن يصنعوه حتى في طهران تضرب الميليشيا بوسطية الإسلام وأعراف المجتمع اليمني عرض الحائط وتخترع من هواسيها قوانين تريد فرضها على اليمنيين حيث تحدد الميليشيا لليمني ماذا يلبس وكيف يدرس وبما يطل واجهة منزله ومتى يجوز له أن يقدم مساعدة لجاره والأدهى من ذلك أن الميليشيا التي نسفت كل فضيلة تريد تنصيب مجرميها حراسا على الفضيلة ليتدخل المجرمون حتى في خصوصيات النساء في مجتمع سالت فيه مرارا لأجل كرمة امرأة واحدة الكثير من الدماء المبالغة الحثية في فرض الوصاية على الناس وكما تهدف إلى إثبات السيطرة وممارسة التحكم بالمجتمع والتدرج في صبغ المجتمع اليمني باللون الخميني فإنها من ناحية أخرى تهدف لإشعال المجتمع بمعارك متعددة لينصرف عن معركته المصيرية القائمة على الخلاص من ميليشيا الجريمة والخطة الحوثية يمكن وفقا لمراقبين أن ترتد على الميليشيا وأن تحقق عكس ما هدف إليه من يحركها شريطة تحول الوعي الشعبي المتنمي حول إجرام الحوثيين إلى فعل مجتمعي يواجه الإجرام بلافتاته المتعددة كالكيان الميليشوي المسمى ناد الخريجين في الجامعة وجميع التفريخات الميليشوية المشابهة له في المجتمع المجتمع الذي يدرك أنه لو اتحدت أطياف الشرعية على قلب رجل واحد ومشروع موحد ووجهت كل جهود الميدان لمواجهة ميليشيا إيران لانتهى الظلم وتبددت الظلمات وتبدل الوضع الكارثي القائم الآن مرحبا بكم من جديد مشاهدين الكرام تابعنا هذا التقرير وأجدد ترحيب بضيفي الأستاذ عبدالله المنيفي الكاتب الصحفي مرحبا بك أستاذ عبدالله أستاذ عبدالله الميليشيا دأبت خلال السنوات الماضية على فرض العديد من الممارسات على الناس وكذلك منعهم عن ممارسات أخرى ما الذي يجعل جماعة أو أي سلطة في العالم تمارس مثل هذه الممارسات على عموم الشعب وتفرض آراء أن تتعلق بحياتهم الشخصية في الحقيقة هي تنطلق من عدة منطلقات في هذا الجانب فهي مثل هذه الجماعات المنغالقة المتطرفة ترى نفسها هي الوصية على الشعب اليمني ومثلها الميليشيات أو عصابت في دول أخرى تعتبر نفسها وصية على الشعب اليمني هي التي تقرر له ماذا يلبس وماذا يقول هي تريد أن تصبغ الناس بصبغة تنسجم مع مشروعها الإمامي العنصري السلالي الذي جاءت به وبالتالي ترى الناس مجرد أتباع ليس لهم الحق في أن يبدو آراءهم أو أن يفعلوا ما يريدوا أو أن يعبروا عن رأيهم وبالتالي هناك تبدأ في وضع الحواجز هي من جهة تنطلق من أفكار ومزاعم تضحاهية تريد أن تعممها عن الناس ومن جهة أخرى تريد أن تفرض سلطتها القمعية على الناس بحيث أنها تجعلهم يتشابهن أو في قالب واحد ليس هناك تنوى الشعب اليمني منذ فجر 29 سبتمبر لم يحدع هذه الممارسات والتصرفات الشاذة والميليشيا الحوذية تريد فرضها بالقوة عبر سلسلة من الممارسات المتطرفة هي في جانب متطرفة بجانب ترهب المجتمع الذي ينوي أن يعبر عن رفضه لهذه الممارسات طيب ما هي طبيعة هذه الممارسات؟ أو لو نستذكر بعض المواقف أو بعض التدخلات التي فرضتها الميليشيا على عموم الناس وسواء كان ذلك كما تسمي في حالات فردية أو بشكل منهجي عبر قرارات وعبر تعميمات طبعا قبل أن نتحدث هذا نتحدث لماذا؟ هم يعني يسوقوا للناس أقاول ومصطلحات وحديث مزعومة أن هذا الفكر التحق به هو الناجي ولم يلتحق أو لم يؤمن به فهو إما منافق أو طابر خامس أو كافر دائما ما يتحدثون أنه أهل البيت كالسفينة من ركبها نجاة من آمن بهذه الأفكار ولا فقط نجاة وإلا فهو غارق في وحل النفاق والكفر وبالتالي بعدها يضعون هذه الأقاول والممارسات والتصرفات والآراء والأفكار فمن آمن بها وخضع لها وخضع لما تريده هذه العصابة السلالية فهو يعتبر من الناجين وإلا فهو يستحق العقا رأينا قبل يومين ما تعرض له الصحفي مجلي الصمدي في العاصمة صنها بعد سلسلة من التغريدات التي عبر فيها عن رأي لم يكن رأي في الشأن السياسي كلما كان يطالب به والراتب واحد من الصحفيين الذين مضوا عليهم ثمان سنوات دون أن يستلموا راتب بالإضافة إلى أنه ساطروا إذاعتها المحلية ساطروا بأجهزتها ولم يعيدوها له وبالتالي لم يسمحونه أن يعبر عن مطالبة للراتب فكان ما تعرض له من اعتداء وحشي وهمجي أمام منزله رغم صدور قرارات من محاكمهم وهي محاكم غير شرعية لكن رغم صدور قرارات يفترض أن يحترموها على الأقل إذا كانوا يريدون أن يسويقون لأنفسهم بأنهم دولة لكنهم على ذلك لم يصبروا وضاقوا به ذرعا ومارسوا عليه تلك البلطجة بالضبط هذه الإصابات لا تستطيع أن تمارس ممارسات الدولة أو حتى أن تمثل على الشعب أنها تقوم بما تقوم به الدولة ولذلك حالة الانكشاف ظاهرة في كل ما تقوم به يعني كلما وضعوا الممارسات والإجراءات التي يعني يريدون أن يظهروا الناس أنهم يعبروا كلما نكشف هذا هو ليس سوا مكياج وأوراكتو التضحى وهي منكشفة يعني تنكشف في أول لحظة هذه الجماعة حبل الكذب عندها قصير جدا يعني الكذبة لا تستمر حتى لا تدوم حتى يوم واحد يعني أنا ضربت لك مثل ما تعرض الله صحفي الشعب اليمني في مناطق سيطرة الميليشية يعني يواجه هذا القسوة وهذا البطش وهذا التنكير بسبب رأي يعني لو نذكر هناك المئات من المختطفين بسبب إعجاب أو بسبب منشور يعني هي تريد أن تقول بالناس وفق قالب واحد هذا القالب هو ما تفكر به الجماعة لذلك أضرب لك مثلا أنهم يعني يضعوا عبد الملك الحوتي في مرتبة نصف إله وتقديمه للناس على أنه نصف إله حتى مثلا عند الحديث عن تسويات سياسية هناك متطرفون ومتزمتون في الجماعة أو لنقول أنهم طبالون يرون أن عبد الملك الحوتي فوق الدستور والقانون هذا ما يرى تقديمه للشعب اليمني وهذا ما صرح به كثير من قياداتهم في مجالس يعني تم تصويرها تم تصوير تصريحات تقول يمكن أن نقوم بأي شيء يمكن أن تنقد الحكومة التي بين أيديكم يمكن أن ينقد الأشخاص لكن يظل ذلك الشخص بمنعه عن أي انتقاد أو عن أي وصول إليه سواء بتصريح أو بتلميح وهذا يأتي متسقا مع الفكر الإمامي العنصري الذي ليس وليد اللحظة وليس وليد هذا القرن وإنما هو إرث تاريخي منحرف يرى أن الأئمة لهم عثمة حتى الفكرة الزيديا الذي لا يرى ذلك تم تجريفة ورغم ما فيه من مساء وأنه يعني لكن ما يجري الآن أنه هناك فكر آخر تم إحلاله واستيراد من إيران يرى في الأئمة أنهم مأصومون لا يقضيون كمثل الأنبياء وما يجري على عبد الملك الحوثي ذلك الشخص الجاهل المتخلف الذي يحمل أفكار عقيمة لن تقدم للشعب اليمني سوى الموت والجوع نعم طيب أستاذ عبد الله اسمح لي أن أشارك معي الصحفي الأستاذ حسين الصوفي رئيس مركز البلاد للدراسات مرحبا بك أستاذ حسين هل تعمد الميليشيا الحوثية إلى إشغال الناس بمثل هكذا قضايا بين الفترة والأخرى وتبعدهم عن الجوانب والقضايا الأساسية المتعلقة بمعيشتهم والمتعلقة بحرياتهم وبقضايا سياسية كان اليمنيون يناقشونها قبل هذه الحرب بالنسبة لما تسعى له أو سلوك الميليشيا هذه الميليشيا والتي هي إصابة لإحتلال إيراني بشع وهي صورة من صورة الإحتلال من أبشع صورة الإحتلال وهذه السلطات أو الهذي الإصابات التي تؤدي دور وظيفي أو تقوم بممارسة جرائمها ونهبها للموظفين وأيضا خيرات البلد خدمة لمحتل أجنبي هذه تعيش معزولة وتسعى أو تحاول أن تظهر أنها مسيطرة على الأوضاع أو أنها تتذاكى على الشعب اليمني في حين أنها تعيش عزلة حقيقية وهي أشبه بالجراثيم يعني تلك الجراثيم التي تعيش على الأوجاع حينما كانت تشتعل الحروب يحاولون أن يهدد الشعب اليمني وأيضا يكثرون الضجيج بخصوص الحرب وغيرها لأنهم يعيشون في الحروب وهم تجار الحروب في الأساس حينما بدأت الهدنة ظهروا مكشوفين وتم تأريتهم فقدوا كل الأعذار الواهية والأكاذيب التي كانوا يروجون لها والتي كانوا يخفون خلفها وجههم القبيح أو كانوا يظنون أنهم يجبرون الشعب اليمني على الصمت هذه الأكاذيب انتهت وظهرت هذه العصابة على حقيقتها وبالتالي حقيقتها التي هي معزولة ومكشوفة ولا تنتمي للشعب اليمني جزء خبيث وما يحدث الآن من محاولة إشغال الناس أو إلهاء الناس بأكاذيب مفضوحة ووسائل حتى أصبحت مستهلكة حتى لا يمكن أن يقبلها العقل ولا المنطق وحتى يعني على المجانين لا يمكن أن تنطلي حتى على المجانين أو على فاقدية العقول والأهلية دليل على أنها جماعة ضعيفة جماعة مسالكة جماعة أيضا وعصابة أصبحت خارج إطار العقل اليمني بالتالي أساليبها أساليب مفضوحة ومكشوفة وضعيفة وخاوية تعكس أنها عصابة أشبه ببيتر عنكبوت حسين كيف نفسر أيضا تقبل بعض الناس مثل هذه الأفكار وتناقلها بشكل إيجابي يعني كيف تستطيع الميليشيا أن تخترق وعي الناس وأن تروج لمثل هذه الأفكار وتدخلها أيضا في خصوصياتهم على أنها جزء من الشريعة الإسلامية وجزء من الثقافة الدينية من اسم هذا الشعب اليمني فهو لم يسكت منذ اللحظة الأولى يعني الشعب اليمني شعب عظيم ويدرك وهو من أول لحظة شخصة هذه الإصابة وعزلها ذهنيا بنخل ذو يذكر في بعض يعني حينما يشخص مثل هذه الأوضاع عن صمت المجتمعات هي ليست إنما هي يمكن من أعلى درجات التجاهل والاحتقار للمثال الإصابة للمستبدين لكنها ليس صمت العاجز ولا صمت الفاقد الحيلة ولا تبلد إنما هو تراكم القوة حتى يأتي يوم وسينتزع حقه يظهر ذلك في كثير من الفعاليات يعني المناسبات التي دائما أو المؤشرات التي دائما نكرها ونؤكد عليها أن اليمنيين منذ اللحظة الأولى في كل أسبوع يخرجون من المساجد من الجمعة التي يخطب فيها مثل هذه الإصابة حينما يصعد خطيب حوثي إلى المنابر يخرج المصلين يعني في الجامعة الكبيرة مثلا في صنعاء تجده أنه أحيانا لا تكاد تجد فيه إلا نفر قليل من المصلين واليمنيين خرجوا من المسجد وهذه مؤشرات كبيرة يعني تجعل أن اليمنين أقوى من هذه الإصابة عزلوهم تماما في 26 سبتمبر أيضا يظهر بشكل جلي وعضشوا الناس إلى 26 سبتمبر وهذه هي النقاط المهمة وإيضا مناطق الاشتباك والصراع مع هذه الإصابة يعني هذه نقاط التماسية التي تظهر وتكشف مدى تمسك اليمنين بدولتهم وتمسكهم أيضا بالنظام السياسي وتمسكهم أيضا بثورة 26 سبتمبر باعتبارها هي تعتبر الهوية اليمنية والوجود والكينون اليمنية فهذه الإصابة إصابة معزولة وإصابة إلى زوال بينها وبين اليمنين ثأر طويل الأمد وتضاعف في هذه الفترة الأخيرة سنوات الحرب كانت ثقيلة على اليمنيون واليمنيون دفعوا ثمنا باهظا من دمائهم ومرتباتهم ومن بنيتهم التحتية ودولتهم وخيراتهم كل هذه تعرضت هي بنت الجريمة الكبرى التي هي جريمة الخيانة الأظمى التي ارتقبتها هذه الإصابة باستداءهم للاحتلال الإيراني وتسهيل فتح كل موارد الدولة وتحويلها لهذه الإصابة للمحتلة الإيرانية هذه كلها سيحاسب مشابة اليمني عليها قريبا بإذن الله أشكرك جزيلا رئيس مركز البلاد للدراسات أستاذ حسين الصوفي شكرا جزيلا لك هناك نقطتان ربما تستفيد منهما ميليشيا الحوثي فيما يتعلق بمثل هذه القضايا أنها تحرف الناس أستاذ عبدالله عن تناول مثل هذه القضايا يعني اليمنيون كانوا قبل هذه الحرب التي افتعلتها الميليشيا كانوا يخوضون في مجال السياسة في النقاشات حول الديمقراطية حول الحريات كان هناك أيضا قضايا اجتماعية يتناولونها هل الميليشيا تستفيد من خلق مثل هذا الجدل من خلق مثل هذه الأفكار حتى تبعد الناس عن قضايا ذات أولوية تمس حياتهم المعيشية كما التفضل ووضح لزميل حسين الصوفي أنه فعلا الميليشيا تريد جر الناس للخوض والانشغال في قضايا هامشية أو في قضايا حقوقية هي من أبسط الحقوق التي يجب أن ينالوها في كل الظروف وجرهم عن القضية الجوهرية قضيتنا الجوهرية اليوم هي الدولة اليمنية استعادة الدولة حتى أنها نجحت في الهانان وموضوع الرواتب عندما نتحدث عن موضوع الرواتب في ظل عدم وجود دولة نحن نحرض في البحر القضية المبدئية الأساسية هي الدولة الكرامة الحرية إذا وجدت هذه ما بعدها سيوجد آليا الراتب هذا حق تم نهبه يجب أن المواطن أن يبحث نحن نريد أن تعود الدولة إذا عادت الدولة سيعود الراتب أما هكذا سيعود الراتب إلى يد المواطن ثم ميليشيا الحوثية ستجد ألف طريقة للاستيلاء والاستحواذ على أموال المواطنين هي لهم تستحوذ على أموال المواطنين التي يعني ينحتونها في الصخر ليخرجوا قطة أولادهم ومع ذلك توجد الإتاوات والمناسبات ومناسبات لا حصر لها يعني المواطن اليمني يبحث عن راتبه اللي يطعم أطفاله فإذا بها تريد منه أموالا أخرى لتقيم مناسبات كالغدير وعاشورة وهي مناسبات لا علاقة للشعب اليمني بها يعني على الإطلاق لها مناسبات عنصرية يعني تخص ثلاثة أو أربعة في المئة من من يعتبرون أنفسهم يمنيين بينما هم يمارسون سلق لا يمتبج للشعب اليمني وبالتالي حرف اليمنيين عن هذه القضايا الجوهرية هو يعني منهج إمامي نحن مثلا هدفنا الرئيسي اليوم استعادة الدولة عودة الحياة السياسية عودة حرية الرأي والتعبير إذا وجدت هذه القضايا الأساسية التي هي جوهر جوهر حياة اليمنيين بالتالي القضايا اليومية التي تمس حياتهم اليومية كالراتب وحقوقها اليومية في الحصول على الخدمات وما يتعلق بهذه الأمور ستصبح تحصيل حاصل نعم طيب صد عبدالله لو نتحدث عن كيف أن الميليشيا تفرض هذه الوصاية على اليمنيين وخاصة اليمنيات فيما يتعلق بما يجب أن يرتدين وبما لا يجب أيضا كيف تأتي ومثلا تقول بأنه يعني هناك معارك تختلقها وهذا حدث في أكثر من مناسبة يعني فيما يتعلق مثلا بما تتديه المرأة من حزاب معين مثلا وهي تمشي أو كيف تتصرف وكيف تتحدث وأيضا مؤخرا ما جرى في جامعة صنعاء من ما تسمي منع الاختلاط في كليات الإعلام وغيرها من الكليات ما حدود أي سلطة وإن كانت مثلا ميليشيا أو غير ذلك على المواطن ما حدود حرياتها ويعني ما هو الواجب عليها أن تنشغل به وهل أيضا يحق لها أن تتدخل في خصوصيات الناس وما يرتدونه وما يقولونه في البداية يجب أن نعرف أن ميليشيا الحوثي ليست سلطة يعني إصابة يعني ترتدي لباس السلطة وتحاول أن تظهر بما ظهر السلطة وبالتالي فإنها تمارس يعني كل شيء والباب مفتوح على مصرعي ليس لديها اعتبارات في ما يخص الدستور ولا بالقانون كل شيء منتهت الأعراف الحقوق الأساسية للمواطن اليمني الحقوق السياسية هذه الحقوق السياسية جرفتها منذ أول يوم ثم شرعت في الحقوق الأساسية حق الحياة وحق التعليم وحق الصحة هذه أصبحت يعني غير موجودة وبالتالي ما تبع ذلك من حقوق الناس في أذواقهم سواء في اللبس أو في ما يتعلق بذلك أصبحت يعني منتهكة بشكل كامل هي لديها أفكار وتصورات خاصة بها تريد فرضها على المجتمع يعني ليس فقط في هذا الجانب يعني هذا يأتي كجزء من تجريف الهوية اليمنية أو الهوية اليمنية يعني التي فيها تنوع وفيها حرية أن الإنسان يرتدي هناك أذواق عام المواطن اليمني ذاتيا يحرص على أن يكون ملبيا للذوق العام أن لا يخدشها الحياة لكن هذه الميليشيات تريد أن تفرض نمطا معينا يعني كما تريد أن تفرضه ميليشيات سواء ميليشيات حزب الله في لبنان أو الحجد الشعبي في العراق بينما الفسد الأخلاقي وموجود داخل أحشاء هذه الجماعة ورأينا تقارير الأمم المتحدة وما ارتكبته هذه الجماعة بحق سجينات وبحق نساء يعني حتى أصبح سلطان زابن يعني تابع الميليشيات الحدي ترتكب كل ما يخدشها الحياة وكل ما هو عيب أسوأ في نظر المجتمع اليومني ثم يتحدثون عن قضايا هامشية لا يمكن يعني تمثل حريات للناس ما داموا ملتزمين تقرير فريق الخبراء صدق عبدالله يعني حينما أشار إلى سلطان زابن وغيره من قيادات الميليشية يعني تحدث عن جرائم جنسية وصرح بذلك بشكل واضح وبأنهم يمارسون بحق كثير من النساء اليمنيات وهناك أيضا العشرات من النساء اليمنيات لازمنا يقبعنا في سجون الميليشية كيف تستطيع الميليشية أن تتعامل بهذا الانفصام وبهذه البجاحة أمام الشعب المحافظ وتدعي بأنها أكثر نزاهة منه وبأنها وبأنه يجب أن يتبع سيرتها ويتبع أيضا فكرها ومنهجها ميليشية الحوتي هي عصابة طارية مثلها مثل أي عصابة طارية في التاريخ مثل الحشاشين أو غيرها من الجماعات لو حدنا حتى إلى طريق الاندعس هناك ظهرت جماعة مثل الجماعة الحوتي يعني كان على رأسها الرجل يتعاشقنا عبدالواحد التعال طهر وأنه يفرض على الناس مطمئين وهو نفسه كان يمارس الكثير من المتقا في الغرفة المظلمة أكثر يعني أشياء تفوق التصورات وبالتالي هذه الجماعات الطارية لديها انفصام وهي تعتقد أنها غير مكشوفة بينما الشعب اليمني يعرف ذلك هؤلاء المشرفين الذين أصبحوا الآن متخمون ويمتلكون السيارات الفارهة وينشئين العمارات الضخمة هؤلاء الذين كانوا في قاع المجتمع يعني معروفون لدى الناس أنهم يعني بعضهم ساقطون أخلاقيا وبالتالي هذا الانفصام هم يعني يعتقدون أنهم سيمرروا على الشعب اليمني بينما هم مكشوفون تماما وكما قلت أي جماعة طارية هذا الديدن نعم إذن الشعب اليمني أستاذ عبدالله يدرك تماما طبيعة هذه الميليشيا ومدى تناقضها بين ما تمارسه في الغرف المغلقة وما تعلنه وتصديره أمام الناس اسمح لي أن نذهب إلى هذا الفصل القصير مشاهدين الكرام فصل قصير ونعود بعده لاستكمال هذا الحوار أجدد الترحيب بكم مشاهدين الكرام وأجدد الترحيب بضيفي الأستاذ عبدالله المنيف الكاتب الصحفي مرحبا بك من جديد أستاذ عبدالله كيف تتشابه الميليشيا مع جماعات وصفت بالإرهاب وبالتطرف وفي الوقت نفسه يعني لا نجد أن هناك يعني الأضواء تركز عليها من الإعلام الغربي ومن المجتمع الدولي بأنها جماعة متطرفة تمارس إرهابا على عموم الناس الحقيقة هذا ما يشتغرب له أن تقوم إصابة نعنا نقول جماعة بمثل هذه الأعمال والممارسات وتسعى لقصر الناس على اعتناق أفكارها بالقوة وسواء بالترهيب أو بالترغيب أو باستقلال نفوذها والسلاح يعني قصر الناس على اعتناق أفكارها بالقوة ثم لا نجد ما يقابل ذلك من عمل حقوقي وإعلامي وسياسي سواء على المستوى الأقليمي وعلى المستوى الدولي ويعني نحن أمام قضايا حقوق وحريات تنتهك وتنتهك بشكل غير مسبوق يعني ليست انتهاكات عادية يعني هناك جرائم ممنهجة ومع ذلك لا نجد عمل إعلامي وسياسي وحقوقي يعني عند مستوى هذه الانتهاكات وهذا برأيي أعتقد أنه تسييس يعني هناك تسييس لهذه المواقف هناك يعني قضايا سياسية يعني تم إغطاء هذه الانتهاكات والقضايا السياسية أو لمصالح سياسية ولذلك رأينا المنظمات الدولية الأمم المتحدة لم تكن عند المستوى يعني نحن اليوم يعني شهادة الأمم المتحدة النساء يعني وعطاء سلك الدبلوماسي مختطفون يعني كل شرائح المجتمع يعني منتهكة من قبل ميليشيات الحوثي ثم لا نرى رد فعل مقابل يعني أين دور الأمم المتحدة هذا إذا ما قارنناها مع مواقفها مع جماعة أخرى ميليشيات الحوثي تفوقت على العديد من الجماعة الإرهابية كما ونوعا في الانتهاكات والجرائح لو نستدعي مثلا يعني آخر مثال وهو تركيز الإعلام الغربي على ممارسات حركة طالبان في أفغانستان خلال هذه المرحلة وحتى يعني كثير من الإعلام العربي يقوم بإنتاج تقارير وأفلام وثائقية تتحدث عن تعامل المليئ تعامل يعني طالبان رغم أنها اليوم أصبحت سلطة ورغم أنه الولايات المتحدة بنفسها سلمت لها كل شيء لكن رغم ذلك يعني نجد أن هناك تركيز كبير على ممارسات طالبان مثلا بحق النساء لكن ما تمارس الميليشيا الحوثية بعيد تماما عن أي تناول نعم هذا الدواج في يعني التعامل مع الانتهاكات بين جماعة وجماعة هذا خضر المزاج السياسي لهذه الأطراف التي يجب يعني كان يفترض أن يكون لها موقف أخلاقي وقانوني وحقوقي وإنساني إذا ما تمارسه ميليشيا الحوثي أقول لك ميليشيا الحوثي أن تفوقت العديد من الجماعة الإرهابية كما ونوعا يعني سواء في أعداد المختطفين والمخفين قسرا يعني حولت اليمن إلى حق الألغام لم تفعله أي جماعة متطرفة أخرى ومع ذلك لم نرى رد فعلي ناسب يعني كان مفترض يعني ما قامت به ميليشيا الحوثي من زرع الألغام نحو مليوني لقم أن يضحها على رأس الجماعة الإرهابية التي يجب ملاحقتها بل وتنفيذ عمل عسكري لإنهاء وجودها نعم أستاذ عبدالله هل أيضا التقصير يحدث من قبل الجانب الحكومي من قبل أيضا الكثير من العمل المدني اليمني الذي يفترض به أن يوضح هذه الصورة الحقيقية في انتهاك جماعة الحوثي لخصوصيات الناس وتدخلها بشؤون حياتهم وفرضها الكثير من الممارسات والأفكار عليهم بالتأكيد هناك تقصير كبير سواء من الجانب الرسمي وجهزة الدولة التي كان التي ينطبها أن تعرف العالم بما ترتكبه جماعة الحوثي أو حتى منظمة المجتمع المدني هناك تقصير لكن المزاج السياسي لبعض الدول الإقليمية والعالم يعني هي ترى أن ما ترتكبه ميليشيا الحوثي بحق الشعب اليمني ما دام لا يمسها فلا يهم الأمر ونحن نرى أن هذا أليس هذا إخلال أليس هذا إخلال أيضا بكثير من المواثيق الدولية وكثير أيضا من المواد المتعلقة بحقوق الإنسان التي تنص على احترام حق الإنسان في الحياة في التعبير عن الرأي في ممارسة حقه سواء الديني أو الأخلاقي فضلا عن الحياة اليومية العادية هنا أكثر مما هو إخلال يعني ميليشيا الحوثي تنتهي كل القوانين والعرافة الدولية يعني الميليشاوي محمد الحوثي وهو عضو المجلس السياسي لعلى الميليشيا الحوثية يقول قوانين الأمم المتحدة ومواثيقها تحت كدمة يعني لم نرى حتى أي جماعة تخرج بهذه البجاحة وهذه القطرسة وبالتالي تقابلها الأمم المتحدة يعني بشيء من المبالع هي تعرف أنها مثلا أن هذه الميليشيا ما دامت انتهاكاتها قصرة على الشعب اليمني ولا يتعدها وما دام يعني سلوكها تجاه القرب لا يتجاوز الشعارات فلا يهمها الأمر نحن أمام جماعة يعني لديها انفصام كبير بينما الشعارات التي تحملها والممارسات الشعارات موجهة نحو أمريكا وإسرائيل بينما ممارساتها وتهاكاتها وجرائمها لا تمس إلا الشعب اليمني وهذا يعني التضح للشعب اليمني طيلت سنوات الحرب هذا طيلت سنوات الحرب للذين فهمهم قصر أما أغلب اليمنيين فهم يدركون أن هذه الميليشية منذ خروجها من كهوف صادة هي لا تستهدف إلا الشعب اليمني وجمهوريته وهويته ومكتسباته الوطنية وثوابته ولا تستهدف شيء غير ذلك طيب صد عبد الله دعنا أيضا نكون واقعيين أكثر كثير من الممارسات والقرارات التي تصدرها الميليشية الخوثية مثلا منع الاختلاط أو الدراسة بشكل عام في كلية الإعلام بجامعة صنعاء أو خاصة القرارات المتعلقة بالمرأة وممارساتها وحياتها ولباسها تجد من يستمع لها ويرحب بها ونحن نقرأ أيضا بعض التفاعل مع مثل هذه القرارات بشكل إيجابي خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي لماذا يلجأ مثل هؤلاء الأشخاص إلى الترحيب مثل هكذا التدخلات على خصوصياتهم وعلى حياتهم اليومية طبعا الميليشية الحوثية عندما تسترمت لهذه الأمور هي ظاهرها فيها الرحمة لكن بطنها من قبلها العلام تحاول أن توهم الشعب اليمني أنها حريصة على نظمها الاجتماعية وعلى مخالفها وعلى أخلاقها وعلى قيمها بينما هي تنتهيك القيم بصورة غير مسبوقة الميليشية النسوية الحوثية تنسف كل ما يدعيها الحوثية واقتحام المنازل ما يتعرض له النساء عند اقتحام المنازل أهالي السجناء عندما يزورون المختطفين داخل يتعرضون لمعاملة قاسية رأينا عندما خرج بعض النساء في العاصمة قبل سنوات للاعتراض على ما يتعرض له اليمنيين كيف تم عملتهم بقسوة هذا كلها تنسف الدعاة الحوثية الحوثي غارق في الوحل في القضايا القيمية والأخلاقية طيب كيف نفسر أن هناك من لا يرى لمثل هذه الجرائم البشعة التي تنتهك حقوق الإنسان في اليمن وتنتهك كثير من المواطنين من أبناء جلدتنا لكنه يرحب بمثل هذه الخطوات ويعتقد بأنها إنجاز وحماية للهوية الإيمانية التي تسميها الميليشية الحوثية أخذ منك الجواب أستاذ عبدالله لكن قبل ذلك دعني أشارك معه في النقاش الدكتور محمد جميح سفير بلادنا لدى اليونسكو مرحبا بك دكتور محمد ذات السؤال الذي كنت قد طرحته على ضيفي أستاذ عبدالله وهو فيما يتعلق بتعامل وسائل الإعلام الغربية وكثير من وسائل الإعلام يعني حتى العربية وازدواجيتها في تناول القضايا المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان في اليمن لماذا هذا التعامل؟ بالنسبة لإهتمام وسائل الإعلام الغربية بملف حقوق الإنسان في أفغانستان وممارسات طالبان وعدم التركيز على ملف حقوق الإنسان في اليمن وممارسات الحوثيين أنا في تصوري أن هذا يرجع إلى عوامل سياسية للأسف الشديد هذه الملفات رغم أنها حقوقية لكنها تخضع لبعض التسييس أو تخضع لتسييس كثير حتى نكون واضحين هناك سياسة لإظهار الإسلام السني بأنه هو الإسلام المتطرف وهو الإسلام المتزمت وهو الإسلام الذي ينتهك ويمارس انتهاكات حقوق الإنسان ولكن الإسلام ما يسمى بالإسلام الشيعي هو الإسلام المنفتح وهو الذي يراد له أن يسود أو أن يظهر ومن هنا نجد شواهد وأمثلة لا تحصى لهذا التوجه الغربي في دعم الأقليات ومنها الأقلية الشيعية على حساب الأغلبية ونجد ذلك في التغاضي عن سياسات إيران والتغاضي عن السلوك النشاز للإيرانيين وكان ذلك واضحا بشكل جليء عندما ضرب البرنامج النووي العراقي خلال ثواني ودمر بينما البرنامج النووي الإيراني اليوم يعني له أكثر من ثلاثين سنة تقريبا وما زالوا يتفاوضون عليه يعني هناك إرادة لجعل الحوثيين أقوياء لابتزاز السعودية والخليج وأيضا لإثارة الإنقسامات والصراعات الداخلية في اليمن وهذا العامل هو الذي أدى إلى دخول الحوثيين صنعاء وهو الذي مكن لهم بشكل واضح إذن هذا السبب هو واحد من الأسباب لكن في تصوري أنه سبب رئيس السبب الآخر أن هناك بطبيعة الحال ضعف في الأداء الإعلامي لخصوم الحوثي ولمؤسس الشرعية وهناك نوع أيضا من لا مبالاة يعني هناك من لا يرى الحوثي خطرا وبالتالي لا يخاطب العالم بهذا الخطر وهناك من يرى أن الحوثي يمكن أن التعايش معه ويمكن أن ندخل معه في شراكة وهم لا يدركون حقيقة هذا المشروع السلالي والمذهبي والطائفي والعنصري في الوقت ذاته وهذا أثر بشكل كبير على الأداء الإعلامي للشرعية لأنه أداء منقسم وهناك عامل آخر أن الإعلام داخل الشرعية أو داخل المناوئين للحوثي لنقل بشكل عام هناك داخل هؤلاء المناوئين من يرون مناوئين للحوثيين آخرين أعداء أكثر من عدوتهم للحوثي نفسه وبالتالي هذه الانقسامات داخل الصف الشرعية أدت إلى انقسامات إعلامية وهو ما أضعف الجبهة الإعلامية الداخلية وألقى بضلاله على الجبهة الإعلامية الخارجية ولم يوصل حقيقة الحوثيين وصورتهم السيئة إلى المجتمع الدولي اليوم بطبيعة الحال تغيرت النظرة الحوثيين عما كانت عليه إبان الحرب وأنا أعتقد أن السبب الرئيس في ذلك يرجع إلى الحوثيين أنفسهم لأنهم بالغوا في رفضهم لكل مبادرة السلام بالغوا في انتهاكاتهم لحقوق الإنسان بالغوا في الظلم والاضطهاد وتكميم الأفواء وبالغوا في الأعمال البلطجة ولم يبالوا بما يمكن أن يصدر عن المجتمع الدولي هذا أدى إلى أن ينبري للكشف عن حقيقتهم وللتقرير إرسال تقارير الدولية في الصحف العالمية صحفيون غربيون بدأوا يكتشفون هذه الحقائق وينشرون كذلك برلمانيون أعضاء في الكونغرس الأمريكي وفي الاتحاد الأوروبي في البرلمان الأوروبي وفي البرلمانات الوطنية للدول الأوروبية بدأوا يتحدثون وكان ذلك نتيجة لرفض الحوثيين لكل مبادرات السلام وخاصة أن الإدارة الديمقراطية الأمريكية الحالية جاءت وهي تعول على الحوثيين وعلى الإيرانيين أشياء الكثير من أجل السلام لكنهم خيبوا أملها فبدأ برلمانيون أمريكيون ومشرعون من الحزب الديمقراطي يتحدثون بشكل واضح عن أن الحوثيين هم الذين يعرقلون عملية السلام وكتبت تقارير الدولية يعني عن انتهاكاتهم لحقوق الإنسان انتهاكاتهم لحقوق الأقليات مثل التقارير التي ترسل عن أو تنشر عن انتهاكاتهم لحقوق البهائيين على سبيل المثال انتهاكاتهم للمرأة تجنيدهم للأطفال كل هذه الملفات تتضخم يوم عن يوم وبالتالي تجد الصحافة الغربية نفسها مضطرة حتى وإن كانت لا تريد مضطرة لأن تكتب في هذا الجانب وإن كان علينا أن نقول بأن الاهتمام مثل ما كان السؤال الاهتمام بملف حقوق الإنسان في أفغانستان أكثر بكثير من الاهتمام بملف حقوق الإنسان في اليمن برأيك دكتور محمد ما الوسائل التي يمكن عبرها زيادة الوعي بالحقوق الشخصية والحريات الإنسانية يعني باعتبارها حقا مقدسا لا يجوز لأي طرف أو لأي سلطة أو لأي جماعة ميليشوية أن تفرضه أو تتدخل به أنا أعتقد أن يقع طبعا على عاتق الشرعية الشئ الكثير في توعية الناس بهذا الجانب يقع على نشطاء الوسائل التواصل الاجتماعي كذلك ويقع أيضا بشكل كبير على منظمات المجتمع المدني وبالأخص المنظمات الحقوقية التي تهتم بملف الانتهاكات ملف المرأة ملف الأقليات ملف الطفل والانتهاكات في حق الطفولة ملف الأسرع والمعتقلين أو لنقل المعتقلين والمغيبين قسريا هذه المنظمات وحتى المنظمات الإغاثية يقع عليها دور كبير في كشف وتجلية الصورة الحقيقية للحوثيين الذين بطبيعة الحال يعتبرون أن ما يقومون به هو يعني من حقهم من أي تثبيت سلطتهم حتى وإن كانت هذه الممارسات توجه لمدنيين على الناس أن يعرفوا على سبيل المثال بأنهم في القانون الدولي حتى سلطة الاحتلال عندما تحتل دولة شعبا واقعا تحت الاحتلال فإن القانون الدولي يلزم سلطة الاحتلال هذه بكافة الحقوق والواجبات التي عليها لمواطني البلد المحتل لأنها سلطة احتلال وبالتالي كل الحقوق التي كان يمكن أن تقوم بها الحكومة الوطنية لهذا البلد وكل المسؤوليات تجاه المواطنين تنتقل إلى سلطة الاحتلال حتى وإن كان هذا الاحتلال بطبيعة الحال احتلالا أجنبيا لكنه يتحمل مسؤولية حماية الحقوق والحريات القيام بالخدمات القيام بدفع المرتبات كل ما على السلطة الوطنية من واجبات تنتقل إلى سلطة الاحتلال هذا في القانون الدولي إذن فما بالك بسلطة هي تشكل احتلالا داخليا سلطة انقلاب وسلطة يسمونها في التسمية الدولية سلطة أمر واقع هذه السلطة في القانون الدولي يتقع عليها جميع مسؤوليات السلطة لأنها سلطة أمر واقع وبالتالي فكل الحقوق التي للمواطنين كل الواجبات التي على السلطة كل المرتبات وقطاع الخدمات وقطاع الاقتصاد وكل القطاعات الاقتصادية والسياسية والمجتمعية وكل ما في ذلك من حقوق يترتب على سلطة الأمر الواقع حسب القانون الدولي هذه الأمور غائبة عن اليمنين ينبغي أيضا أن نوعي اليمنين بأنه ليس من حق الحوثيين أن يجوعوهم وأن لا يصرفوا مرتباتهم فيما القيادات الحوثية والعناصر الحوثية تستلم مرتباتها بانتظام ينبغي أن نقول للناس بأن الحوثيين الذين أثروا بشكل كبير إنما أثروا من مرتبات الناس ينبغي أن نقول بأن الإرادات التي يتحصل عليها الحوثيون تصل إلى تريليونات الريالات اليمنية وبالتالي الناس عندما يصلون إلى مرحلة من الوعي بحجم وضخامة الإرادات الحوثية وضآلت ما يعطيه الحوثيون من فتاة للمواطنين وفي مقدمة ما لا يعطونه مرتبات المواطنين أو الموظفين وهو حق أساس للموظف عندما يعي الناس هذه الحقوق سيتمسكون بها لكن الناس في حالة من الخدر في حالة من اللاوعي في حالة من الاستلاب في حالة من التسليم في حالة من الموات إنجاز التعبير لا نحن مهمتنا أن نوقض في الناس الشعور بالحق لأنه إذا كنت مظلوما وأنت لا تحس بأنك مظلوم فلا يمكن أن تطالب برفع الظلم المرحلة الأولى لرفع الظلم هو أن نجعل المظلوم يشعر بأنه مظلوم أشكرك جزيل عن الدكتور محمد جميح سفير بلادنا لدى اليونسكو أعود إليك أستاذ عبدالله المنيفي وذات السؤال الذي كنت قطرحت لك فيما يتعلق بعدم التفاعل مع قضايا مهمة تتعلق بمصير الناس وبحقوقهم لا شك أن هناك قصور في الوعي القانوني والحقوقي لدى شريحة من المواطنين وهذا ناتج عن سنوات من التجهيل الذي تمارسه الميليشيا والتي ترى أن الفكرة التي تضعها للناس هي فعلا الحقوق والحرية فيها وبالتالي تضييع جانب كبير من الحقوق وحرية الناس العامة من جانب آخر هناك أرامة طرفة ترى أن هذه السلطة يجب أن تمارس كل ما تراه أنه في مصلحة المواطن بينما هو ليس في مصلحة المواطن يعني هذه الجماعة تنظر إلى المجتمع اليمني أنه فاسد أخلاقين وبالتالي عليها انطبع حواجز وأسوار شائكة بينما يجب أن ننظر إلى المجتمع اليمني أنه مجتمع محافظ لديه قيم وأخلاق ربما أكثر من أي مجتمعات أخرى وبالتالي ما تمارسه جماعة الحوثي هي ليس حفاظا على قيم وأخلاق المجتمع وإنما استعباد للمجتمع وفرط نمط معين على الناس جميعا وإلغاء كل التنوع من منطقة إلى أخرى أو ما تراه أنت مناسب غيرك لا يراه مناسب لكنه في الإطار العام هو ضمن الحقوق والحريات وممارسة فيه سعة ليس فيه أي إشكال نعم تحت يافطة الهوية الإيمانية تمارس الميليشيا العديد من هذه الانتهاكات المتعلقة بخصوصيات الناس وحياتهم الشخصية وأحيانا تقدم ذلك على أنه تصرف فردي بعد أن تجد أنها محاصرة من قبل الرأي العام يعني لو نتذكر مثلا ما كان يجري في نادي الخريجين الذي عرف بإسلب وغير ذلك يعني في وسائل التواصل الاجتماعي كيف أنها تتملص بعد أن تجد أن المجتمع يعارض كثير من ممارساتها وأفكارها هل تنجو الميليشيا الحوثية التي تقوم بممارسات التوائية وتعود من جديد في فرض مثل هذه الأفكار؟ هي حشدت مجموعة من القيود على الناس وغلفتها بما تسميها الهوية الإيمانية وهي حالقة لها بالإيمان ولا باليمن ولا بالهوية يعني هي قيود وضعتها بما يلبي احتياجاتها لاستعباد المجتمع اليمني وإذا ما تقوم به من انتهاكات واعتداءات على من يخالفون هذه القيود تسميها أعمال فردية هذه الأعمال الفردية سبقها بتحريض من ناشطين وقيادات الجماعة ضد كل من يمارس حقوقه وحرياته وبالتالي لا يمكن اعتبار هذه اعتداءات فردية هذه اعتداءات ممنهجة يعني سبقها ضخ كبير في وسائل الإعلام وفي خطابات قيادات الجماعة وفي الخطب وفي الدورات التي تسميها فردية رأينا يعني مفتي هذه الجماعة السلالية وهو يرى أن من يطالب بالراتب عنده خلل في العقيدة يعني هذه كلها مقدمات للاعتداء يعني عنده خلل في العقيدة معناها أنه عنده منافق أو كافر وبالتالي يعطون الحق لأي واحد في الجماعة يعني يمارس أو يعتدي عليه حتى يقتله بدون أي اعتبار يعني ما يجري هو محاولة لاستعباد المجتمع اليمني لا علاقة له بالقيم ولا بالأخلاق ولا بالثقافة ولا بالهوية ولا بالإيمان نعم طيب ربما أيضا لو نستدعي بعض المقولات التي كان يقولها إماميون سابقون كانوا يقولون بأننا سنحاسب على ما تركناه في أيدي الناس يعني لن نحاسب على ما أخذناه منهم بل سنحاسب على ما تركناه في أيديهم يعني أنه الواجب لأنه ينظرون إلى كثير من المناطق خاصة المناطق الوسطى بأنها مناطق كافرة وبالتالي أن عليهم واجب إعادتهم إلى الصواب وأيضا استجلابهم إلى الإيمان أستاذ عبدالله اليوم يعني ونحن نتحدث عن مثل هذه الانتهاكات ما واجب سواء الحقوقيين النشطاء نحن كإعلاميين اليوم متواجدين في هذه المناطق المحررة في زيادة الوعي أو رفع الوعي في مقابل هجم حوثية الشرسة في تعميم الجهل وتعميم ثقافة العنجهية وفرض أيضا الأفكار بالقوة الحقيقة يجب أن ندق ناقص الخطر بقوة في هذه المرحلة فمنذ بدء الهدنة تمام الميليشيا الحوثي تعمل على جرف المجتمع وجرف ثقافتها وهويتها الوطنية من خلال المناهج من خلال المركز الصيفية من خلال النشء الذي تريد تلويث فكره وبالتالي الدور الأول يقع على الجهة الرسمية والدولة ممثلة بمجلس القيادة الرئاسية والحكومة يجب أن تتوجه بكل معركة وعي سياسي ثقافي بموازات المعركة العسكرية التي كانت قائمة وتتجه إلى الداخل بتوعية الناس بحقوقهم وحرياتهم أهمية الحفاظ على الجمهورية وترسيخها حماية وصون الهوية الوطنية من أن تجرفها هذه الميليشيات الحوثية يجب أن تتوجه وسائل الإعلام والإذاعات وتوجيه المزيد من الإذاعات المحلية بحيث تصل إلى كل بيت بحيث تصل إلى كل نشء وشاب والطلق وطالب فهذا في الجانب الأول يقع على الدولة إذا فتن إلى دور الأحزاب السياسية وأهمية التواصل مع من في الداخل أيضا يقع التقع المسؤولي على منظمات على المؤسسات الثقافية والفنية والإبداعية نحن يجب أن نستقل كل ما من شأنه أن ينقذ الشعب اليمني من التجريفة الذي يحدث له في مناطق سيطرة الميليشية الحوثية وأن نحرص على حماية النظام الجمهوري بكل قيمه وبكل مبادئه وثوابته هذا هو المخرج الوحيد لمجابهة هذه الميليشية ومارسوة ترتكبه بحق الشعب اليمني إضافة إلى دور منظمة حقوق الإنسان في التوعية بحقوق الناس وحرياتهم وأنها حق مكتسب وليست منحة يجب أن ننتظرها من أحد نعم أستاذ عبدالله أنا شكرا جزيلا وخاصة أن هناك أيضا جيل تربيه الميليشية الحوثية ويبدو بأنه أكثر تطرفا وهذا لقم للمشتقم في التعامل سواء مع أهله أو في التعامل في الفضاء العام شكرا جزيلا أستاذ عبدالله المنيفي الكاتب الصحفي شكرا جزيلا لك وشكرا جزيلا لكم مشاهدين على طيب المتابعة ختام الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل دمتم في رعاية الله والسلام عليكم